أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن تعزيز المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جاء متأخراً وأنه ما زال بعيداً عن المطلوب تحقيقه وهو وقف إطلاق نار كامل في القطاع وأوضح أبو الغيت أن القرار هو محاولة لمنع حدوث مجاعة في القطاع وإنقاذ البشر وبخاصة النساء والأطفال من وضع كارثي إلا أنه ليس كافياً لوقف آلية الاعتداء الإسرائيلية خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار وأضاف أبو الغيت أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف وذلك نزولاً على رغبة إسرائيل مشدداً على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المتواصل وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقاومات الضرورية للحياة